في الغرب بايدن المشغول بتركة سلفه ترامب وفي الشرق إيران التي أحست بشيء من الأمان فأمعنت بإرسال الرسائل المحمولة على الصواريخ التي زادت خلال الفترة الأخيرة حتى وصلت إلى ثلاث هجمات استهدفت سفارتها في بغداد ومطار أربيل وقاعدة بلد العسكرية يكمل بايدن بحسب الكثيرين خطا سار عليه أوباما الذي ترك الباب مفتوحا أمام إيران فتغولت في العراق وقفزت إلى سوريا وأطلت من اليمن ليس من قبيل الصدفة أن يلتزم بايدن الصمت أمام الخطوط التي تجتازها طهران فهو صاحب لا حلول تلك التسمية تقترب كثيرا من الباقع فتتحدث صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن الرئيس الأمريكي متعب من التعامل مع الشرق الأوسط لا سيما العراق خلال شهره الأول في البيت الأبيض ترى الصحيفة أن إدارة بايدن جلست في المقاعد الخلفية في ردها على الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل وأصاب قاعدة عسكرية لقوات التحالف وذلك بحسب مقربين من الرجل يعود إلى محاولة الإدارة الأمريكية عدم الإنجرار إلى صراع في الشرق الأوسط استنساخ تجربة أوباما يعيد إلى الأذهان الانتقائية التي تعاملت بها واشنطن حينها فوفق المعايير الدولية لا تقل ممارسات الميليشيات المرتبطة بطهران بشاعة عن تلك التي توصف بالإرهاب كما ظهرت نتائج تدخلها جلية في عدة بلدان لبنان وسوريا واليمن فضلا عن العراق أنموذج لا دولة التي تطمح إليه إيران مسؤولون أمريكيون نقلت عنهم الصحيفة أكدوا أن الولايات المتحدة تريد تخليص نفسها من هذه المنطقة الشائكة ويبدو أن إيران تحاول جاهدة اختبار بايدن حتى اللحظة الأخيرة فيؤكد ذلك السيناتور الجمهوري مارك روبيو قائلا إن هجوم قاعدة بلد نفذت إيران لاختبار بايدن ردة الفعل الأمريكية تجاه المستجدات في العراق تنذر بعودة إلى المربع الأول حينما سلمت العراق لإيران على طبق من ذهب ودم ترجمة نانسي قنقر